مساء الخير وأهلا بكم في فيديو جديد من فضلك لو الفيديو ده عجبك ما تنساش تضغط لايك ولو بتحب تتابع أخبار الترند ما تنساش تشترك في القناة أعلنت الأميرة كيت ميدلتون زوجة ولي العهد البريطاني الأمير ويليام إصابتها بالسرطان وبأنها في المرحلة الأولى من العلاج بعد اكتشاف المرض في الاختبارات مؤخرا وفي فيديو مصور ليها قالت الأميرة كيت عندها 42 سنة إنها كانت صدمة كبيرة بعد شهرين صعبين جدا إلا إنها أشارت إنها بخير وابتزات قوة كل يوم ودعت المصابين بالمرض لعدم فقدان الإيمان والأمل وقالت الأميرة إنها لما عملت عملية جراحية كبيرة في البطن في يناير اللي فات ما كانش معروف وجود أي سرطان لكن الاختبارات اللي عملتها بعد العملية أظهرت وجود السرطان وعشان كده نصحها فريقها الطبي بضرورة الخضوع لدورة من العلاج الكينيائي الوقائي قالت أنا دلوقتي في المرحلة الأولى من العلاج ده وأكدت إنها بتفكر في كل اللي تصابوا بالسرطان وقالت لكل من يواجه هذا المرض بأي شكل من الأشكال من فضلكم ما تفقدوش الأمل وإنتم مش لوحديكم وما تمش الكشف عن تفاصيل كتير عن إصابتها بالسرطان لكن الأصر في لندن بيقول إن واثق من إن الأميرة هتخف تماما طبعا كانت الأميرة كيت مادلتون محور التجاهنات والشائعات ونظريات المؤامرة الغربية على وسائل التواصل الاجتماعي وتصدرت عنوين الأخبار في كل أنحاء العالم فأثناء غيابها عن الواجبات الملكية بعد ما خضعت العملية الجراحية ومن وقت دخولها المستشفى في يناير اتمسك مكتب كيت مادلتون بتصريحاته الرسمية إن الأميرة هتتعافى وهتبقى كويسة وما أعلنش عن أي تطورات غير التطورات المهمة وده تماشيا مع الشعار الملكي لا تشتكي أبدا ولا تشرح أبدا وقال مكتب الأميرة إن من غير المرجحة إن هي ترجع لمهمها الرسمية إلا بعد عيد القيامة واللي بيحل يوم 31 مارس مع تزامن مرض كيت مادلتون كمان خضع الملك تشارلت للعلاج من نوع غير محدد للسرطان وده اضطروا كمان إن هو يأجل ارتبطاته العامة وفي يناير قال الأصر في لندن إن الأميرة خضعت العملية الجراحية لحالة غير سرطانية غير محددة في البطن وإن هي مش هتستألف مهامها الرسمية قبل عيد الفصح إلا إن غيابها أدى لانتشار شائعات اللي بتلوج لنظرية المؤامرة على وسائل التواصل الاجتماعي وكمان شائعات بشأن صحتها وزاد الوضع ده تعقيدا بعدما أقرت إنها قامت بتعديل صورة لها في عيد الأم في بريطانيا في عشر مارس ووفقا لجريدة الجاردين كانت الأميرة البريطانية نشرت صورة لها وهي مبتسمة مع أطفالها وقدمت الشكر للشعب على دعمه ولكن في اليوم اللي بعده بعدما أثرت الصورة دي جدل كبير جدا على مواقع التواصل الاجتماعي بالإضافة إلى جدل كبير من الصحف العالمية بعدما تقريبا عشر صحف عالمية كبيرة سحبت الصورة خشيت إن الصورة دي تم تعديلها بالذكاء الاصطناعي قدمت بعد يوم واحد بس من نشر الصورة اعتذار على مواقع التواصل الاجتماعي عن أي ارتباج سببته الصورة المعدلة وقالت زي ناس كتيرة من المصورين اللي هو عملت تعديلات وبعتذرت عن التعديلات اللي عملتها على الصورة وكان مكان وجود الأميرة والنظريات الغريبة المرتبطة دايما محل اهتمام عدد كبير وتكاهنات محمومة على الاندرونات كمان اتضح من بيانات اطلعت عليها صحيفة الجواردين رفقا لشركة اسمها براند منشنز اللي بتراءب انتشار الهاشتاجات والكلمات الرئيسية على الارترنت وتم تداول على مدار الايام السبعة اللي فاتت استخدام هاشتاج كيت مادلتون وفين كيت وجسم كيت المزدوج على حسابات في وسائل التواصل الاجتماعي وصفحات ويب بمجموع تفاعل بيوصل لحوالي ربعمية مليون شخص استعملت الهاشتاجات المكهورة اكتر من خمس سلاف وربعمية مرة وتحديدا على منصتين هما انستجرام وتي تاك والمشاركة بتاعت المنشورات دي وصلت لحوالي اثنين مليون وثلتمية الف مرة وتم الاعجاب بيها اكتر من اثنين مليون ومئتين الف مرة كمان اشارت الصحيفة الجوردين الى ان الموضوع اثار جدل عالمي على منصات التواصل الاجتماعي وسجل اكبر تفاعل مع الهاشتاجات التلاتة على فيسبوك من خلال صفحة اسمها انديا توداي الاغبارية فحين بيرجع التفاعل الاكبر معها على منصة انستجرام لحساب اسمه داريو ليبري التابع لصحيفة في جمهورية الدومونيك واللي بيضم مليون وثمنمية الف متابع كمان قالت الجوردين ان من بين الاخبار المزيفة المرتبطة بقضية كيت مادلتون على وسائل التواصل الاجتماعي كان الاعلان قبل ايام على اعلان ملكي وشيك حيصدر في وقت سابق من الاسبوع ده وفتح الخبر ده الغير صحيح الباب قدام سلسلة من الشائعات واخبار مزيفة بشأن حدوث وفاة او طلاق في العائلة الملكة انطلقت الشائعات في الانتشار تحديدا مع هاشتاج بيحمل اسم الاعلان الملكي وده يوم الاثنين اللي فات وذكرت الصحيفة ان الشائعة المرتبطة بالاعلان الملكي انطلقت من حساب اسمه بوبا بولي جاستيس الحساب ده من الولايات المتحدة ونشر الحساب في 11 مارس اللي فات الحلقة الاولى من سلسلة مكونة من 32 جزء بعنوان فين كيت مادلتون بحق الجحيم واللي تمت مشاهدتها لحد دلوقتي 6 مليون مرة واكتر وجذب عدد مشاهدات بيزيد عن 20 مليون على تيك تاك لوحده ويعتبر الحساب ده هو مصدر الشائعات الرئيسي اللفة العالم كله عن كيت مادلتون وفي احد مقاطع الفيديو المنشورة على نفس الحساب يوم 16 مارس قال الحساب ان هو طلقا مع علومة داخلية مفادها ان هيئة الاذاعة البريطانية بي بي سي تم اختارها علشان تكون جاهزة لاعلان ملكي مهم جدا في اي لحظة وسأل الحساب بعدها انتو تعرفوا ايه الحاجات والفعاليات اللي بتغطيها بي بي سي عن العيلة الملكة حفلات الزفاف والجنازات والاحتفالات الكبرى هل ماتت الاميرة كيت مادلتون وانتشرت الادعاءات دي وبقى وفقا للغاردين لصحيفة الغاردين على نطاق واسع بعدها لقطت صحيفة اسمها نيوز انترناشنال التقارير دي ودي صحيفة باكستانية بتتظهر باللغة الانجليزية وبتكتب على نطاق واسع عن العائلة الملكة والحقيقة ان كتبت حوالي 50 مقال بس الاسبوع اللي فات وده تساعد في نشر الشائعات بشكل واسع وفي النهاية ظهرت كيت مادلتون في الفيديو وهي بتقول ان هي مريضة بمرض السرطان وده حقيقة بعيدا عن الاهتمام العالمي بالحالة الصحية لكيت مادلتون ومكان كيت مادلتون خلاني افكر ان ممكن الشائعة تصدر من مجرد حساب واحد بيتابع عدد كبير من الناس ويتمناش الشائعة دي على نطاق واسع ممكن توصل لنطاق عالمي من الشائعات والادعاءات وتطلع في الاخر ولا هي اي حاجة طبعا احنا طبعا كناس عاليين مستمين بكيت مادلتون انها اميرة والاخبار بيتم تضطيطها للعائلة الملكة على نطاق واسع وهم شخصيات عامة ولكن انا هنا اللي ركزت عليه حقيقة عندنا الشائعات ان ممكن حساب واحد على موقع فيسبوك موقع تواتر او على تي توك ينشر شائعة ويصدقوها الناس ويتم نشرحها على نطاق واسع وتصبح كأنها خبر حقيقي يتدول الناس ووسائل الاعلام العالمية المختلفة حلقة النهاردة خلاص خلصت من طبلك سبدي تعليق وما تنساش تضغط لايك شكرا لكم اشوفكم على خير في حلقة جديدة مع السلامة اشتركوا في القناة